محافظة العلا مثلوا 12 دولة من حول العالم وانطلقوا في سباق جمع بين المنافسة الشريفة وجمال الطبيعة الخلابة حماس ومشاركة كبيرة من قبل فرسان مختلف دول العالم مثل 12 دولة في العولة السعودية منطقة أعطت الفرسان طاقة خيالية من خلال مناظرها الخلابة وأخذتهم بجمالها لترفع من حداتهم ونديتهم للوصول إلى خط النهاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية قائد الفريق الملكي للقدرة شارك في هذه البطولة التي حملت اسم خادم الحرمين الشريفين لتشجيع فرسان الفريق الملكي وللمشاركة في هذه البطولة الغالية التي تعتبر وساما لكافة المشاركين حيث قاد سموه الجواد الغالي في السباق لمسافة 120 كيلو سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أكد حرصه على المشاركة من أجل المساهمة في إنجاح هذا الحدث العالمي الكبير الذي جعل من المملكة العربية السعودية الشقيقة محط أنظار العالم مشيرا سموه إلى أن هذه المشاركة جاءت تأكيدا على التوجد البحريني في مختلف السباقات العالمية من جهته أشار سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية والسباقات القدرة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة إلى أن النتائج التي حققها فرسان الفريق الملكي بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة تألالة على سير الفريق بخطة ناجحة لمواصلة تحقيق الإنجازات التاريخية والخارجية مشيدا سموه بالمستوى التنظيمي الذي شهده كأس خدم الحرمين الشريفين للقدرة فرسان مميزون امتلكوا إمكانيات عارية جابوا مراحل السباق التي حملت في طياتها جماليات المنمكة العربية السعودية وخصوصا محافظة العلا التي نظمت بشكل مثالي لاستقبال هذا الحدث الهام هذا وشهد حفل الختام تتويج الفائزين حيث حصل على المركز الأول الفارس سالم حمد الكتبي لإستبل M7 لسموه الشيخ محمد بن راشد المكتوم والمركز الثاني عبدالله المري لإستبل F3 لسموه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم والمركز الثالث الفارس سيف أحمد المزروعي لإستبل MRM لسموه الشيخ محمد بن راشد المكتوم ما في شك الشرف الأكبر من كل شيء نحن نشارك في كاس خادم الحرمين الشريفين بمعاية باقي الدول اللي جايين كضيوف لمملكة العربية السعودية هذه تجربة أولى من نوعها نحن عادة نسافر خارج المنطقة إلى أوروبا وإلى مناطق العالم لكن هذه المرة نشوف ترتيب عالمي من النوع في المملكة العربية السعودية وهذا شيء يشكرون عليه ترجمة نانسي قنقر